و أثني و أقول أنك لا تهم البناء العلاقات الوجدانية مع أي طرف في حياتك من أب من أم من زوجه من أبناء من أخوان من أخوات من مدير في العمل من زميل في العمل من صديق عزيز عليك مع جارك مع أي إنسان يرافقك في هذه الحياة و إياك أن تكون من الذين لا يهتمون إلا بالسواقط و السلبيات فتقتل مشاعر غيرك و تحرمه لدة جمال الوجدان الروحي يحبهم و يحبونه حاول دائما أن تجعل أن الحياة الإيجابية هي التي تصنع سعادة الإنسان و أن الحياة السلبية هي التي تهدم ذلك الإنسان و تذكروا دائما أننا مشاعر فلا نعيش إلا بالمشاعر و إياكم أن تقتلون مشاعرنا بكثرة الانتقاد حاول دائما أن تغرس شجرة الوجدان و تسقيها بالمدح و الثناء و الاهتمام و المتابعة مع الآخرين تفقدوا أحبابكم فربما يأتي يوم لا تلقونهم تفقدوا أصدقائكم و زملائكم فربما تحرمون منهم يوم من الأيام إن من أعظم الحرمان أن تحرم من جمال الحياة الزوجية و أن تحرم من جمال الحياة الأخوية و أن تحرم من جمال الجمال كله و هو الجمال الأبوي كل ذلك إذا فقدنا المشاعر و الوجدان بيننا و بين من نعيش معهم دمتم في طاعة الله أسأل الله عز وجل أن يجعل لقائنا اليوم لقاء مبارك و حلقتنا اليوم حلقة موفقة أتمنى أن يكون قدمنا لكم اليوم ثوب جديد و باقة جديدة مع برنامجكم المستشار الأسري